بسم الله والصلاة والسلام وعلى شبه خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم استكمالا لما بدأنا في بعض المسائل على مقرمية 102 fees 1-0-2 fees introduction to physics اليوم إن شاء الله هنتناول بعض المسائل على الشابتر بتاع السيرمل properties of matter اللي هو القواصل الحرارية للماد وعشان نتذكر برضو خدنا السيرمل expansion اللي هو التمدد الحراري وقلنا خدنا معادلة مهمة اللي هي delta L تمام بتساوي alpha في L delta T دي مسألة خدناها والdelta L هنا عبارة عن increase in length ده زيادة في الطول ده L هي original length طول أصلي delta T increase in temperature والالفا هي coefficient of linear expansion معامل التمدد الطولي ناخد مسألة تمام على الكلام ده the root bed of the golden gate bridge طبعا المسائل دي موجودة عندكم في المذكرة أرجو أننا جميعا نحن 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 نحل المسائل وقدامنا المسألة نفتح الكتاب وقدامنا المسألة the root bed of the golden gate bridge كبري الكبري البوابة الزهبية is 1280 meter long يبدأ L L هتساوي 1280 meter دي عبارة عن طول الزهبية معينة temperature varies from minus 10 داقة حرارة تغيرت تمام من minus 12 إلى 38 celsius يعني من from minus 12 celsius to the 38 celsius دا ممكن يبقى Tf Tf اللي يدركت حرارة نهائية final temperature هي 38 celsius celsius و Ti اللي هي initial temperature minus 12 celsius عايز يقول what is the difference in length if the root is from steel ما هو التغير في الطول يبقى عايز difference in length يبقى عايز delta L دي المجهولة بالنسبة لنا اذا كان دا مصنون من الستيل ويبقى الالفا thermal coefficient thermal linear coefficient بتاعت اللي هو coefficient of linear expansion اللي هو معامل التمدد الطولي للستيل هو عبارة عن 1.27 مضروبة في 10 to the power of minus 5 Kelvin minus 1 تمام لأن طبعا Kelvin minus 1 دا عبارة عن وحدة الالفا اللي هي وحدة وحدة coefficient of linear expansion عشان معامل التمدد الطولي عايز delta T delta L هنعوض في المعادلة دي تمام ونجيب delta L على طول delta L بتساوي alpha في L في delta T يبقى هي delta L بتساوي alpha اللي هو 1.27 10 to the power of minus 5 مضروبة مين في الال اللي هي كام 1,000 اهي 1,280 ميتر مضروبة delta T delta T اللي هو عبارة عن الفرق في دقات الحرارة اللي هي 38 minus يعني TF minus TI minus minus تمام لـ 12 ها يبقى 38 minus minus 12 يعني minus minus positive يبقى 50 degree يبقى هنا مضروبة كام 50 في الاخر خالص نجد الزيادة اللي حصلة في طول مقدارها 0.81 متر ده مسألة ذاكرة مسألة طبقنا تطبيق مباشر في القانون تمام نأخذ مسألة أخرى برضو على CERMAL PROPERTIES OF MATER لأننا خدنا Area and Volume Expansion زي ما خدنا Linear Expansion خدنا Area and Volume Expansion وخدنا العلاقة بتاعت Area وخدنا العلاقة بتاعت Volume و نكتب العلاقتين نتغير Increase in Area مع زيادة الحرارة يعني Δ A هتساوي كام ساوي 2 alpha A delta T يبدأ Increase in Area ودي original area والألفا عبارة عن المعامل التمدد في المساح والدلتا T عبارة عن temperature difference تمام الدلتا A بتساوي alpha في A جام في A في delta T لا ممكن نقول كده دلتا A عبارة عن جام A delta T يبقى هنا جام عبارة عن 2 ساوي 2 alpha هذا جام جام هنا عبارة عن coefficient of area expansion أسف أسف الألف هنا coefficient of linear expansion لكن الجام هنا عبارة عن coefficient of area expansion بالنسبة لبقى بتحت الحجم delta V تساوي beta V delta T delta V عبارة عن increase in volume increase in volume beta عبارة عن coefficient of volume expansion أي coefficient of volume expansion وده V عبارة عن original volume ودلتة عبارة عن temperature difference والبيتا تساوي 3 alpha alpha عبارة عن coefficient of linear expansion هذا ملاقص للمعاعدات لكل المعظم المعاعدات التي خذناها في الباب بتاع CERMAL properties of matter لو خذنا المسألة بتقول A circular steel desk has a circular hole through its center تمام قرص دائري من الحديد الصلب له ثقب دائري خلال المركز في المركز تقليل F the disk is heated from 10 to 100 to 100 if we have this disk from 10 to 100 to 100 what is the fractional increase of the area of the hole what is the ziyadah the ksar that has in the mesاحة of the sqb this we will take the معادلة here delta delta a 2 alpha a delta t delta t t from 10 to 100 يجب أن يكون دلتا T وهي تغير في درجة حرارة تغير في درجة حرارة عبارة عن 100 ستكون 100-10 يجب أن يكون 90C هنا يجب أن يكون مطلوب ويجب أن يكون المطلوب دلتا A على A هذا هو الذي يجب أن يكون يجب أن يكون 2α دلتا T حسبناها 1.227 يجب أن يكون 10 to the power of minus 5 ويجب أن يكون 2 في ألفا 1.27 يجب أن يكون 10 to the power of minus 5 يجب أن يكون 90C سنعود في الأخذ يجب أن يكون 2.29 يجب أن يكون 10 to the power of minus 3 يجب أن تكون 10 How it's Fractional يعني sprechen ثم جبщي عبارة عن نسبة برضو لو كانت في فكرين يermin خذنا الح attended وحسبنا من المبساة من الملحة حسبنا الزريلة الـ which يسابه عن processors يسمع ذلك معدل الحرارة الملحة 갈pan جسمين متلمسين هيحصل تدفق حراري الهيت فلو في هذه الحالة اللي هو ال H بتساوي ايه؟ حسبناك كده وقلنا بيساوي K في ال A في Delta T على L طبعا ال Delta ال H برضو تساوي اللي هي الهيت فلو بيساوي Delta Q على Delta T Delta Q عبارة عن Amount of Heat طبعا Amount of Heat اللي هو عبارة عن كمية الحرارة وحديتها ايه It's unit اللي هو ال Watt or Joule لكل ثانية وبعدين ال Delta T ده زمن طايم هنأخد احنا مثال على الكلام ده تمام A person walking الشخص الشخص ده walking at a modest speed يعني بتحرك بسرعة هادية Generates heat at rate of 280 وات تمام يبقى ال H ليا ال H بتاعتنا هذه الحرارة تولدت 280 وات لا الشخص لما تحرك لما بدأ يجري تمام بسرعة هادية كده اعمل بزل حرارة مقدار الحرارة اللي نشأت عنه 280 وات if the surface area of the body is يبقى المساحة دي بتاعت الجسم 1.5 إذا كان if the surface area المساحة سطحية للجسم 1.5 وبال A 1.5 مساحة يبقى متر square and if heat assumed to be generates 0.03 meter plus a skin يعني الحرارة بفرضنا أن الحرارة تولد تحت الجلد بمسافة مقدارها 0.03 0.03 هذه هي عبارة عن L في المعادلة تمام الهدية يبقى L تساوي 0.03 meter حرارة تولد تحت الجلد بتاع الشخص بمسافة مقدارها 300 what temperature difference ما هو الفرق بين between skin and interior of the body ما هي الفرق بين بين الجلد يعني سطح الخارجي للجسم وبين interior of body اللي هو الجزء الداخلي للجسم الكاهنة اللي هو معامل التوصيل 0.2 watt per meter minus 1 Kelvin minus 1 دي هو واحدة بتاع المعادلة للتوصيل على الدلتة تي أنا بالمعادلة دي اهي الدلتة تي بتساوي كام الدلتة تي تساوي L في H اهي L في H على مين على K في ايه شيء طبيعي K في ايه ال H بكام اهي 280 80 وات وال L 0.0 3 اهي على K اللي هو 0.2 مضروف كام في المساحة اللي هي surface area تمام surface area of body تمام على 1.5 5 لما نحسب الكلام كله سيديني 28 و الوحدة بتاعيتها Kelvin تمام يبقى داع الفرق في درجات الحرارة تمام داع الفرق في درجات الحرارة تمام داع الفرق في درجات الحرارة داع المسألة بتاعيتنا يبقى حسبنا الفرق اللي هو التمperature difference between skin and interior of the body شكرا لكم